موسيقى حياكم الله و اهلا بكم في نشرة اخبارية مفصلة والبداية من العنوين ميليشيا الحوثي الانقلابية تتنصل من تفاهمات الاردن حول ملف المعتقلين والاسراء والحكومة تطالب الامم المتحدة بموقف جد الجيش الوطني يفرض سيطرته على طريق حيوي يربط كتاب بمدينة صعدة ويحرر سلسلة جبال رشاحة في محور البقع موسيقى البنك المركزي اليمني يحمل او يحول اموالا من الوديعة السعودية الى حسابات البنوك التجارية الخارجية لتغطية طلباتها من المواد الغذائية موسيقى اهلا بكم استشدت امرأة واصيب ثمانية اخرون في انفجار عبوة ناسفة صباح اليوم في سيارة احد الاطباء بمدينة طعز هذا وذكر شهود عيان ان عبوة ناسفة انفجرت في سيارة احد الاطباء في المستشفى في ساحة الحرية وسط المدينة وذلك عقب نزوله من سيارته وصعوده الى عيادته لمزاولة عمله واسفر الانفجار عن مقتل امرأة واصابة ثمانية اخرين بينهم نيسا طالب رئيس الوفد الحكومي في لجنة الاسرة والمختطفين هادي هيج الامم المتحدة باتخاذ موقف جاد ازاء مماطلات ميليشيا الحوثي وعدم التزامهم بما تم الاتفاق والتفاهم حوله في اجتماعات الاردن الاسبوع الماضي واقل هيج في تغريدة على حسابه في موقع تويتر بعد الاتفاق الجديد على مدة ثلاثة ايام لتقديم الملاحظات على الافادات التي تم تسليم ملاحظاتنا للامم المتحدة بنفس الوقت الذي كان محددا له يوم امس ولم يسلم الحوثيون ملاحظاتهم يأتي هذا بعد ان توصلت الحكومة والانقلابيون الى تفاهمات في ختام اجتماعات فريق الاسرة والمختطفين في العاصمة الاردنية عمان وخلصت هذه التفاهمات الى تفاهمات فيما يخص ملف التبادل والاتفاق على ثلاثة ايام لتقديم الملاحظات النهائية وسبعة الى عشرة ايام للرد من الطرفين كشفت رابطة امهات المختطفين بمحافظة الحديدة عن قيام ميليشيا الحوثي باحالة تسعة من المختطفين الى المحاكمة رغم التوقيع على اتفاق السويد الخاص بتبادل المعتقلين والاسرة هذا وفي الصياق طالبت الامم المتحدة او طالبت الامهات عفا في وقفة احتجاجية بمديرية الخوخة بالكشف عن مصير مئتي مخفي قصرا لدى الميليشيا الحوثية وقالت انه تم نقل العشرات منهم الى صنعاء وذكرت الامهات في ان الميليشيات منعت المختطفين من التواصل مع عائلاتهم واستحدثت سجونا سرية لبعضهم وقال ايضا بيان عن الامهات المحتجات ان الحوثيين يعملون على ابتزاز العشرات من المختطفين بمنع الزيارة عنهم وتجويعهم وعدم توفير مستلزماتهم الشتوية الضرورية من الملابس والاغطية مما اضطر الامهات لدفع مبالغ كبيرة املا في توفيرها تطور حراك اسر المختطفين والمعتقلين في سجون عدن من الوقفات العشوائية والانفرادية الى نشاط مدني منتظم ذي هدف محدد وهو المطالب بفرض سيادة القانون في التعامل مع المختطفين والمعتقلين واطلاق صراح من لم تثبت بحقهم اي تهم التفاصيل فالتقرير مظاهرات شبه يومية في قولة كالتكس بمنصورة العاصمة المؤقتة عدن حيث بدت الساحة رمزية ومكانا لتجمع عشرات وربما يصل عددهم مئات من ذوي المختطفين ومناصرهم وهي على بعد عشرات الامتار من ساحة اعتصام الحراك في السنوات السابقة للانقلاب وعلى خطى ساحة اعتصام الحراك السلمية هي عنوان التظاهرة واستعادة الحرية المسلوبة لذويهم هي المطلب والشعارات تصدح بها حناجر المحتجين اخذة في التوسع الشعارات اتهمت التحالف بصناعة الارهاب في اشارة الى رفض الاهالي استمرار حجز المقتطفين بتهم تتعلق بالارهاب وكذلك رفض التحالف وقواته المحلية الانصياع لاوامر النيابة سواء فيما يتعلق بالحجز او الافراج عن عشرات ممن امرت النيابة بالافراج عنهم وتدخل احتجاجات ذوي المقتطفين منعطفا حاسما بتحولها من التظاهرات النسائية الى تظاهرات تضم في صفوفها عشرات الرجال والاطفال بالاضافة الى رابطة امهات المقتطفين والحق يبدأ في اهات مكتئب وينتهي بزئير ملؤه نقم استشهد مدني واصيب اثنان اخران بقصف مدفعي شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية على مقر لشركة تجارية بمدينة الحديدة وقالت مصادر محلية ان قذيفة مدفعية اطلقها الحوثيون سقطت على مقر لشركة اخوان ثابت في كيلو سبعة جنوب مدينة الحديدة مما ادى الى مقتل احد الحراس المدنيين واصابة اثنين اخرين بجروح متفاوتة يتهذا فيما تواصل الميليشيا الحوثية خروقاتها لاتفاق وقف اطلاق النار في مدينة الحديدة والذي بدأ سريانه في الثامن عشر من ديسمبر الماضي من جهة اخرى رصدت خلية التنصيق في مركز العمليات المتقدم بمحور الحديدة ستماء وثمانية وثمانين خرقا ارتكبته الميليشيا مذ الثامن من ديسمبر واوضح تقرير للخلية ان هذه الخروقات التي ارتكبها الحوثيون تسببت في استشهاد ثمانية واربعين مدنيا واصابة ثلاثمائة واثنين وستين اخرين في جراحة بعضهم او في جروح بعضها خطيرة واكد مصدر عسكري ان الميليشيا مستمرة في تعزيز مواقعها الدفاعية عن طريق زراعة الالغام وحفر الخنادق والممرات البرية عند المداخل والمواقع الرئيسية في خطوة الى استفزاز قوات الجيش الوطني وتحالف العربي في تعمدا واضحا منها لإفشال اتفاق استوكهولم ودع المصدر مكتب المبعوث الاممي الى اتخاذ الخطوات اللازمة والجدية للضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية لتتوقف فورا عن هذه الانتهاكات والخروقات والالتزام بالاتفاق الذي تقوده الامم المتحدة بخصوص الحديدة وصل المبعوث الاممي الخاص مارتين جريفت الى صنعاء بعد زيارة الى مسقط وتعقبها زيارة الى الرياض في ظل تعثر تنفيذ اتفاقية الحديدة ورغبة باتريك في نقل عمله الى الخارج جرأ تعرضه لاطلاق النار من قبل الحوثيين التفاصيل في هذا التقرير فلنتابع مرة ثانية يعود المبعوث الخاص لليمن مارتين جريفت بعد توقيع اتفاق سويد كجزين من عمله الذي يقتصر على زيارات تلو زيارات ومحادثات لا تنتهي غير ان الفارق الاكيد في زيارة المبعوث الى صنعاء هذه المرة هو اطلاق النار على موكب باتريك كاميرت وفشله في عقد اجتماعات مشتركة ورغبته وفقا لمصادر اممية وحكومية نقل اجتماعاته للخارج بدلا من ان انجح في مراقبة اتفاق السويد وتنفيذها خاصة في القزية المتعلقة بالحديدة وسبقت زيارة غريفت الاصنعاء محادثات مكثفات اجراها المبعوث الاممي في سلطنة عمان احد اهم قنوات الاتصال والاقناع بين الحوثيين وايران وفقا لمراقبين وربما تركزت كما يقول الخبراء في حث مسقط على ضرورة التزام الحوثيين بتنفيذ اتفاقية السويد خصوصا ما يتعلق بالحديدة الحوثيون هاجموا مؤخرا كبير المراقبين باتريك وطلب محمد البخيتي القيادي في ميليشيات الانقلاب بضرورة تغييره ليست اتفاقية الحديدة هو ما يشغل بال المبعوث الاممي فاكثر من مرة صرح بانه يسعى لعداد اطار تفاوضي جديد يتعلق بانهاء التحالف العربي والحرب في اليمن مقابل ان تستمر الاوضاع عسكريا على ما هي عليها اليوم ومن المتوقع في زيارة المقبلة للرياض بحث هذا الموضوع وهو ما تنفي الشرعية قبوله ثم ما تلبت وان ترضى خاله فرض الجيش الوطني سيطرته على مناطق ومواقع جديدة في محور البقع بعد معارك شريسة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية وقال مصدر عسكري ان وحدات من لواء التحرير سيطرت على سلسلة جبال رشاحة التي كان يتمترس فيها المسلحون الحوثيون الذين فروا من مواقعهم مخلفين جثث قتلهم وذكر المصدر ان الجيش الوطني اطلق فجر الاحد عملية تحرير واسعة تستهدف تحرير كافة السلاسل او السلاسل الجبلية بمنطقة رشاحة في مديرية كتاف والبقع شمال محافظة صعدة وشملت المناطق المحررة الطريقة دولي الرابط بين مدينة صعدة ومديريتين كتاف والبقع الحدودية مع السعودية وقال قائد كتاب او كتائب عفوا المدفعية في لواء التوحيد العقيد وليد الواصلي ان قواته اقامت النقاط العسكرية على الطريق كما سيطرت على ما تبقى من سلسلة جبال الملي بمديرية كتاف واشر العقيد الواصلي الى ان وحدات الجيش الوطني عثرت على مخزن للأسلحة في موقع الكلية القريب من الخط الاسفلتي بمختلف انواعها كانت تتخذه الميليشيا الانقلابية لتموين مقاتليها واسرت مجموعة من العناصر الحوثية فرض الجيش الوطني سيطرته على مناطق ومواقع جديدة في محور البقع بعد معارك شرسة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية وقال مصدر عسكري ان وحدات من لواء التحرير سيطرت على سلسلة جبال رشاحة التي كان يتمترس فيها المسلحون الحوثيون الذين فروا من مواقعهم مخلفين جثث قتلهم وذكر المصدر ان الجيش الوطني اطلق فجر الاحد عملية تحرير واسعة تستهدف تحرير كافة السلاسل الجبلية بمنطقة رشاحة في مديرية كتاف والبقع شمال محافظة صعدة قتل واصب سبعة وعشرون من ميليشيا الحوثي في معارك هي الاعنف مع الجيش الوطني بجبهة دمت في شمال محافظة الضالع وذكر مصدر عسكري ان ميليشيا الحوثي شنت هجوما كبيرا باتجاه مواقع الجيش في مناطق القدم والرحبة وقرية بيت اليزيدي جنوب دمت وبحسب المصادر فان الميليشيا تكبدت خلال المواجهات خسائر كبيرة في صفوفها من بينها مصرع خمسة عشر عنصرا وجرح اثنى عشر اخرين هذا وقصفت قوات الجيش بسلاح المدفعية موقع الحوثيين في خارم وحصة والحقب ورباط الحزرازي وجد القرين جنوب مدينة دمت اسفر ذلك القصف عن تدمير عربة بي ام بي وافدت المصادر ان المواجهات امتدت الى جبل الحريق وحصمي وتبت انهي الغربة امت في حين اطلقت الميليشيا نيران اسلحتها الثقيلة بكثافة في محاولة انتشال جثث قتلها من مناطق المواجهة قال قائد جبهة مقبنة حميد الخليدي ان الهجمات الاخيرة التي شنتها ميليشيا الحوثي في الجبهة باءت بالفشل على وقع تصدي قوات الجيش الوطني لها واضف في تصريحا لقناة يمن شباب ان الميليشيا كثفت في الاسبوعين الاخيرين من هجماتها على مواقع الجيش في الجبهة في خرق واضح منها لاتفاق السويد واشار قائد جبهة مقبنة الى ان الهجمات الحوثية ورغم كثافتها الى انها فشلت في تحقيق اي تقدم ومنيت بهزائم كبيرة في صفوفها واشاد الخليدي بالغارات التي شنها طيران التحالف العربي واستهدفت مواقع الميليشيا وتعزيزاتها غرب تعز واصفا الغارات بالموافقة او الدقيقة كثفت ميليشيا الانقلاب في الاونة الاخيرة وخاصة في اليومين الماضيين بل في الاسبوع المنصرين واللي قبله كثفت هجماتها على قبهة مقبنة محاولة منها كسر هذه القبهة في خرق واضح للهدنة وهدنة ما يسمى باتفاق السويد لكن مع ذلك رغم تكثيف ضرباتها رغم تكثيف امدادها رغم تقريبها لانواع الاسلحة رغم حجدها للأفراد لكن كانت شباب الأفراد القيش الوطني في مقبنة لهم بالمرصاد ولقلوهم دروسا قاسية في الصمود في الاونة الاخيرة اثناء هذه الحشود كان هناك غارة موفقة لطيارة التحالف العربي اكدت الحكومة مقتل عشرة الاف مدني بينهم نساء واطفال بسبب الغام ميليشيا الحوثي الانقلابية واشددت الحكومة في بيانا على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي ومجلس الامن الدولي والمنظمات الدولية اجراءات صارمة من شأنها الحد من استمرار جرائم الحوثيين من خلال الاستخدام العشوائي للألغام والمتفجرات التي تهدد حياة المدنيين بدون استثناء وأعرب المجلس عن أسفه لمقتل خمسة خبراء أجانب من طاقم المشروع السعودي لنزع الألغام مسام التي زرعها الحوثيون في محافظة مأرب وذلك أثناء تنفيذهم عملية نقل مجموعة من الألغام استعدادا لإطلافها وذكرت الحكومة أن مشروع مسام تمكن من نزع ما يقارب أربعين ألف لغم من المناطق المحررة من ميليشيا الحوثي منذ انطلاقه في يوليو الماضي دشنت مؤسسة يانا بيع الخير الخيرية بتمويل من جمعية النجاة الكويتية مشروع توزيع مئة سلة غذائية ومئة سلة إيوائية للأسر الأكثر تضررا في منطقتين بني عيسى وها بمديرية جبل حبشي غرب تعز وتضمن المشروع تقديم مساعدات صحية لمركز الوحد الصحي في المديرية خاصة بالأطفال الذين يعانون من سوء التغذية أعلن البنك المركزي اليمني من مقره الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن تحويل واحدا وستين مليون دولار أمريكي من الوديع السعودية إلى حسابات البنوك التجارية الخارجية لتغطية طلباتها من المواد الغذائية خاصة حليب الأطفال والقمحة وأقل البنك في بيان إنه سيواصل الإجراءات القانونية لاستقرار الأسعار من خلال الصحب من الوديع السعودية والتي كان لها بالغ الأثر في تحقيق استقرار أسعار الصرف وخفض أسعار جميع المواد الغذائية والمشتقات النفطية وأهب البنك المركزي بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة بجميع التجار إلى خفض أسعار المواد الأساسية كون أسعار الدولار ثابتة بمبلغ 440 ريالا للدولار فيما يخص استيراد المواد الغذائية إلى هنا نصل وإياكم إلى الختام وهذا تذكير بالعناوين ميليشيا الحوثي الإنقلابية تتنصل من تفاهمات الأردن حول ملف المعتقلين والأسرى والحكومة تطالب الأمم المتحدة بموقف جاد الجيش الوطني يفرض سيطرته على طريق حيوي يربط كتاب بمدينة صعدة ويحرر سلسلة جبال رشاحة في محور البقع البنك المركزي اليمني يحاول أموالا من الوديعة السعودية إلى حسابات البنوك التجارية لتغطية طلباتها من المواد الغذائية نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة يمن شباب شكرا لطيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة